صبت تحالف بين الرئيسين نجيب مقاطي وسعد الحريري الزيت على النار ما زاد التوتر حدة بين الحريري والوزير أشرف ريفي صار وقت ترابس تنطفل صار وقت ترابس سعيد قرارة صار وقت ترابس تنهض ما بين الحريري وريفي ليس قصة رمانة بل قصة قلوب مليانة والتحالف مع أطراف شاركت في الانقلاب على حكومة الحريري مشهد لا يمكن تجاوزه في السياسة بحسب ريفي أما تيار المستقبل فينظر إلى أن هذا التحالف إنما يهدف إلى التخفيف من التشنج وتمثيل كل أطياف المدينة وقد يكون مقدمة لتعاون على المستوى الوطني هذا استفتاء أراده اللواء الشفريفي في طرابلس للقول لا لشغلتين أولا لا لللائحة اللي هي كلها محاصصة والتي هي تحمل الفشل بطريق تركيب أو بما تطرحه ثانيا لا للتحالف الهجين بالسياسي اللواء ريفي عنده حيثية وما المفروض أبدا أنه الواحد يتعامى عنه أنا بعتقد أنه أخطأ بتأدير الأمور أخطأ بمواقفه بخصوص أيضا تيانم السعب ولكن هذا رأيه هو حيثية مستقلة عم يجرب حظه بها الخصوص كسر اللواء ريفي كل الضغوط السياسية وشكل لائحة قرار الترابلس ضد لائحة لترابلس التي توافق عليها الرئيسان ميقاتي والحريري والوزيران فيصل إكرامي ومحمد الصفدي وكانت الاتهامات سيدة الموقف نحن اليوم بمواجهة تحالف هجين بشارك فيه حلفاء بشار الأسد وحزب الله بشارك بها التحالف بعض رموز الأنقراب على 14 أزار يعني هذه التهمة موجودة تحطبات كل ما بده حدا يحاول أنه يلاقي أسباب لوجوده بعتقد أن الطيار مستعبال منه بحاجة لدروس بهذا الموضوع هذا وخلي يحتفظ بالدروس لنفسه بهذا الخصوص لم يستثني التفاهم اللواء ريفي في البدء ولكن رفضه الدخول في تسويات حولت المعركة إلى معركة ترسيخ أحجام فهل يكون هذا التحالف بداية نهاية ريفي السياسية؟ رواند أبو خزام قناة الجديد